عايز اديك بقى الفكرة مستمرة والفكرة دي بدأها عبدالفتاح السيسي بدأت يا مبارك كان اسمها الخص خصة ولكن مع عبدالفتاح السيسي بقى اسمها البيع لان بيع من غير اي ضوابط ووصل الامر لتصفيت بعض الشركات يعني تيجي على الحديد الصلب مصنع حلوة للحديد الصلب ده قلعة صناعية مصرية متميزة السيسي مش بيعوا السيسي صفاء يعني قال لهم ايه بيعوا الحاجات اللي فيه دي وبيعوا الارض وخلاص احنا مش عايزينه بعد كده بعد 56 سنة من العمل في السوق المحلي والسوق الدولي نظام عبدالفتاح السيسي قرر تصفيت الشركة المصرية للانشاءات المعدنية متالكو الشركة دي يا جماعة اهم شركة في الشرق الاوسط شركة متالكو دي اهم شركة في الشرق الاوسط بقالها 56 سنة شغالة طب صفاء السيسي ليه قال لك والله بتخسر دي خسرانها مليار و300 مليون جنيه ويطلع بقى الطبالين بتقول الديهي وموسى والعالدي يطلعوا يقولوا لك ما اي حاجة تخسر نبيعها انا معاكم اي حاجة تخسر تمشي طب ما البلد بتخسر ما السيسي بيخسر مصر في كل حاجة ما يمشي لا هنا ما يقفوا ما يتكلموش طب ما اذا كان مجلس الادارة او ادارة الشركة بتخسر ما تغيروا الادارة هيقولك طب ما هو اللي جاب الادارة الاولانية هيجيب الادارة التانية اللي هو السيسي ونظام طب ما نغير السيسي ونظام ونغير النظام السيسي لا يا باشا السيسي حتى ما غيرش رئيس الوزر عشان انت بيبقاش عندك فكرة التغيير هو بيحافظ على الوجوه الكلحة اللي بتفسد في البلد واتغرقها اسمع معايا صوت كلح من الاصوات هو بيقولك اللي يخسر نبيع شوف معايا بقى الوطنية شركة دي ايه تعرضت زي ما مكتوف في الخبر تعرض للإهمال الاداري من جهدت سنوات ما ندج عنه خسائر متراكمة وتأكل رأس المال وحقوق المزامين دون وجود خطة انقاذ وضاحة ترتكز على قسوز اقتصادية مدروسة الشركة الخسينها كان يا جماعة 2 مليار و 4 من 10 2 مليار و 4 من 10 طبعا ممكن واحد يقولك ايه تصفية الشركة والدولة بتصفف الشركات والخسار كذا كذا قبل ما اقول يعني تاخد من العزة بالاسم اقول ازاي الشركات تكسر وزاي نبيع وزاي من صفف القطاع العام لا 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 ده جريمة مكتملة الأركان جريمة ان انا ابقي على شركة خسرانة 2 و 4 من 10 مليار جنيه انا مش بتاجر في الخسارة يا جماعة وده من لحم الحي او ده افاق من الافاقين النصاب من النصابين طالع يقولك نتاجر في الخسارة انت بتقول فساد اداري غير الادارة حاكم الادارة دي هتحق البلد منها وهات ادارة بتفهم ما تجبناش ادارات على رأسها لواءات وعمداء ومش عارف ايه هتقولنا ناس بتفهم اده لعيش لخبازينه واول حاجة تمشوا الاشكال اللي طلعها تخضع الناس مش بتاجر في الخسارة لا انتوا بتاجروا في الخسارة وانت عندك وغيرها السيسي قص الخسارة في البلد عايزين تحزبوا الناس بالمنطق بتاع اللي يخسر يمشي ماشوا السيسي وهو خسرها وفقارها وطلع روح ابوها تفرحانين بالعمارتين اللي عملتهم ده بالدانية بيه ادي واحد افاق من الافاقين تعالوا نقرأ مع بعض متالكو دي الشركة اللي بقالها 56 سنة الاهم من اهم الشركات ان لم تكن الاهم في الشرق الاوسط الشركة دي اتأسست سنة 68 بدأت شغلها ونشطها وكانت من اوائل الشركات المتخصصة في مجال الانشاءات المعدنية في مصر في سنة 83 اتحونت الشركة الى شركة مساهمة قابضة علشان تعكس دورها المحواري في الاقتصاد المصري الشركة دي نفزت الى عديد من المشاريع القومية الكبرى زي مصانع الحديد والصلب والالامونيا والنحاس بالاضافة للكباري والصوامع وخزنات البترول والمياه المعدنية الشركة دي متخصصة في الابراج وحققت تميز في تصنيع ابراج الكهرباء والاتصالات وغطت انحاء مصر الشركة دي شمل نطاق اعمال الشركة الى عديد من المجالات زي السيور الناقلة والخزنات والصوامع والهياكل المعدنية والمعدات غير القياسية والاعمال البحرية الشركة عبقرية وقديها في مجالات كتيرة ومحقق لنا انجازات الشركة شركة متالكو لعبت دور محواري في تطوير الصناعة المصرية خاصة في مجال الانشاءات المعدنية وفرت الشركة دي فرص عمل العديد من المصريين وده كان ليه دور ايجابي في الاقتصاد المصري الشركة كانت بتنقل التكنولوجيا والمعرفة في مجال الانشاءات المعدنية وده ساهم في تطوير الكوادر المصرية والشركة ساهمت في تطوير البنية التحتها المصرية وده قدل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين دلوقتي مين هيقوم بالشركة دي مين هيقوم بدور الشركة دي ولا حد ما عندناش طب دي احنا نعمل في بيعها مش عجبانة أصلاب تخسر علشان فيه فساد إداري طب ما تجيب إدارك وعيس لا هو الباشا جاي يبيع ويفلس ويقسمها كده ويسلمها على المفتاح عايز يرجعك مئة سنة مئتين سنة أرى والموضوع على فكرة واضح ده إرادة من إرادات الكفيل محمد بن زايد عايز يخليكم تشتغلوا جرسونات وخدم توقفوا في المدن الساحلية أو المدن السياحية أحمد الله على السلام يا باشا نشلك الشنطة يا باشا إنما تبقى عندك مصنع وشركة وإرادة وإقدار لا ده مش مفروض يبقى في مصر دلوقتي علشان محمد بن زايد اللي جايبينه ومشغلينه عايزين كده الكفيل ده لي حد مسؤول عنه برضه وإحنا عندنا السيشي ده يعمل يا لا يعمل يعمل يا بيليا يعمل بيليا وما يقولش لا عايز تعرف اللي جاي للإقتصاد المصري يعرف ده من أحد الأدوات اللي جاي تركعك وتخليك تقدم اقتصاد خدمي اللي هو جيفنيه بقشيش يا خيواجا الحمد لله على السلام يا باشا تبقى شغال في السياحة للبشاوات يجي وصيفه عندك وبس ده اين جم اسمع معايا خلف الحبطور رجل الأعمال الإماراتي وهو بيقولك مصر المفروض تبيع كل حاجة أنا مرة أقول لك شيء في جنسة رسمية مع مهمين ناس في جمهورية المصر العربية تكلمت عن موضوع شرحت بعض المسؤولين قلت لهم خلينا نبيع المطارات في دبقى في مصر وخلينا كل شيء اللي هو للحكومة من فلادر وقطارات وكل شيء تخرج من المحلفين لا يعني أنك انت تزعل على إذا واحد قال لك لا أن هذا الشيء كذا ولا تاريخه أنا عارف أن الشيء اللي هو تاريخي ومن كذا اللي هو لحرامات على الأسهار والحقية التاريخية موجودة موجودة اللي هي عمرة 7000 سنة عشبتلا عشبتلا هذه موجودة هذه ماليدة نعم قلت لهم ما أهم مطار هثرو وإلا هذا الموضوع أو مطار قاهرة مثلا هثرو لا بدون بقاء نعم قالوا مطار هثرو قلت لهم مطار هثرو مبيوع ايه التقروف مطار هثرو جت لهم مطار جتوا ايك مباع جت لهم بعد ما أقولك يا أزباعي يا أخبار اللي هو أهم من الشيء يسمونه الور الور اوفيس أو الور بلدينج هذي شو الور اللي هي وزارة الدفاع البريطالية اللي كان ورستن شيرتيل يدير بيعوا كل حاجة حتى ما تدوش حق انتفاع ولا أقدر بيعوا كل حاجة ده اللي جاي لمصر